اختتم خامان نفط القياسيان النصف الأول من عام 2017 على انخفاض تجاوز 14% وهو أكبر هبوط منذ النصف الأول من العام 1998 وسجل سعر خام نفط برينت يوم الجمعة في تداولات النصف الأول لهذا العام ارتفاعا ليغلق عند 98 دولار و 98 سنة للبرميل مع انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية وزيادة الطلب الصيني مواصلا الارتفاع عن جلسة يوم الخميس في حين سجلت الأسعار أعلى مستوياتها خلال يوم الأربعاء بفعل خفض الانتاج الأمريكي بعد أن ساهم اقبال بعض المتعاملين على الشراء في رفع أسعار النفط في أولى جلسات الأسبوع كما جرى تداول الخام الأمريكي على ارتفاع خلال الأسبوع حيث أنهى آخر جلسة تداول عند 46 دولار و 33 سنة للبرميل بعد أن سجلت 44 دولار و 95 سنة للبرميل في الجلسة السابقة ووصولها إلى مستويات مرتفعة خلال الجلسة بسبب تراجع توقعات الخبراء لأسعار النفط بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في تداولات يوم الثلثاء بفعل تراجع الدولار أما أولى جلسات الأسبوع فأغلقت عند 43 دولار و 38 سنة للبرميل وهي مستويات مرتفعة مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد انخفاضاً